أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيروا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لولي الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده حسن المعاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فوربك لنحشر النوم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن عالم بالذين ومولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدل له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا مدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبا متخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم مزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم مات يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتابا مبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسنا لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشعوا العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزين الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ماتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفي أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان بمنطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إما لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربما أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء او يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا وعذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعبدون أفمن كانوا مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنت أنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأزنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائها أجعلنا هودا لبني إسرائيل أجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروه وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات ما فلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجلز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم عفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فعارض عنهم وانتظر إنهم متظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمْ من ملق من ليل إلا قليلا نصفه ومن قص منه قليلا أو زد عليه ورده القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا نَاشِعَةَ اللَّيْلِي أَشَدُّ وَطْوَقُ وَمُقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَبِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا واذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا رُسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا رُسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي ينفي مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما ثجاجا لنخرج به حبا ولباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أغوابا أسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيبا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا جهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أعطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن لغوا الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه مآبا إن آذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بعياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقاتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم غير العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فوربك لنحشر النوم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن عالم بالذين ومولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا مدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبا متخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم مات يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين ولم يكفيهم أن نعنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسنا لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشعوا العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزين الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إما لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربما أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وَلَوْ شِئْنَا لَا أَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنَّا نَسِيْنَا كُمْ وَذُوقُوا إِنَّا نَسِيْنَا كُمْ وَذُوقُوا وعذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعبدون أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنَ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ لا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُونَ وَعَسُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا وَأَيْيَ خُرْجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا أَقِيلَ لَمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذَنَادُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائها أجعلنا هودا لبني إسرائيل أجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروه وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونَ من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات ما فلا يسمعون أَوَلَمْ يَرَوَنَّا نَسُوقُ الْمَاءِ لَلْأَرْضِ الْجُوْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرَعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَفَلَا يُبُصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنَ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مَتَظِرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمْ مِلْقُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْ قُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهُ وَرَدِّهِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شَاتَ اللَّيْلِهِ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَبِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرَضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثا الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي ينفيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شجادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما ثجاجا لنخرج به حبا ولباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا أسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيبا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا جهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أعطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن لو الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن آذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا